لماذا هذا الإهمال؟ أغلب الأحيان إذا تحدثنا بصراحة أحس متعمد نحن دائما نقول لهم النفط يعني ممكن فترة من الفترات رح تطلع الطاقة بديلة إلى مثل ما كان الفحم ساعد في القرون الوسطى وانتهى موضوعة طيب إذا انتهى موضوع النفط شنو اقتصادنا على شنو يعتمد بعد 95% من إراداتنا على النفط يفترض لازم يكون أنه رافض قوي يعني يوازي النفط وتحديدا السياحة والله العظيم ممكن تكون موازية للنفط وأكثر وليش هذا الإهمال المتعمد؟ الإهمال المتعمد هذا أيضا بمداخل سياسية اليوم احنا مشكلتنا أنا اليوم اجيت مثلا لوزارة الثقافة وسياحة على سبيل المثال يعني لا على التحديد أنه أنا شأفكر ما أفكر أنه أبني وحضر رؤية مستقبلي لمدة عشر سنوات وأنا ما باقي على شنو أنا الشكل الأغلب الاقتصاد القام في بلدنا يقولك أنا أبيع النفط أخلي فلوسها بدي شي اللي بدو أخطي الاستثمار ومشاكله وأنتظر وأصرف وكلفه لو يعود عليها بأرباح لو ما يعود عليها بأرباح فهذا الموضوع أسهل وأسهل كم معلم سياحة إحنا عدنا بالإعراق؟ كثيرة يعني إذا مواقع وإذا آثار يعني إذا بالشكل مفرد يصنخ كم معلم سياحي ايه تفوق لـ 30 ألف يعني ايه كمعلم يعني تفوق لـ 30 ألف كمواقع تقريبا أكثر من 13 ألف موقع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر